خلي بال حضرتكم مجموعة أمناء الاستثمارات في البنك الأهل المصري بتنفذ كمان أعمال البيوع العقارية للعملاء من خلال تسويق وتنفيذ جلسات المزادات لجميع الأصول العقارية والصناعية والسياحية وكمان الخدمات وتقييم المقاومات المادية والإنتاجية المملوكة للمحافظات ووحدات الحكم المحلي والمؤسسات الصحفية والقضائية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الاستثماري وخبرته في المجال ده بتمتد لحوالي خمسين سنة شخص أحمد الكطاع العقاري البنك الأهلي دخل فيه وبقوة يعني يكفي أنه بعد عشر سنوات من النزاع أخيراً تم الاستحواز على أرض دريم دي عرفت إعلامياً بأرض دريم كان نزاع كبير جدنا ما بين البنك الأهلي وبين مجموعة بهجة النهاردة عندنا 14 موقع مميز على طريق الوحاد بمساحة ضخمة تتجاوز 800 فدان هنتحرك إزاي في قطاع العقاري استثماراتنا في القطاع العقاري هي واخد أحد الشكلين استثمارات في رؤوس أموال شركات عقارية زي شركة الأهلي التنمية العقارية صبور اللي هي اختصاراً اسمها الأهلي صبور زي مساهمات بحساس أقلية في شركة زي شركة المستقبل وخلافه وزي ما سعدتك قلت عندنا استثمارات في أراضي البنك ما هواش مستثمر عقاري ما بيشتريش أراضي الأراضي اللي موجودة عندنا دلوقتي هي أراضي قالت ملكيتها للبنك لتسوية مديونيات متعثرة اللي من ضمنها محفظة الأراضي اللي حضرتك اتكلمت عليها اللي موقودة في منطقة دريملاند هي فعلاً محفظة الأراضي دي مميزة جداً وبالفعل جالنا عروض كتير من مطورين إنهم يدخلوا مشاركة مع البنكين لأن الأراضي دي مملوكة للأهلي ومصر بشكل اللي هو بيسموه التطوير بالمشاركة وفي نفس الوقت فيه ودي يعني كانت حاجة ما كناش متوقعينها قوي لكنها جات وجات بقوة فيه مطورين عقاريين من خارج جمهورية مصر العربية ممتاز أبدو اهتمامهم وده أكتر من واحد واثنين وتلاتة الموقع ممتاز الموقع ممتاز وإحنا الحقيقة للوقتي بنتلقى العروض دي لحد ما تكتمل إن شاء الله وقريب أوي هنبتلي نحطهم جنب بعض ونبت فيهم ونقرر مين فيه أنهي قطع لأنه هو مش مطور واحد اللي هيخد الـ 14 قطع دهب طبيعتها هو شكل الترحيب إزاي؟ ملاقصة مثلاً أعلى ساعة؟ لا هتبقى مفاوضات طبعاً بيتقدم لنا عروض فنية وعروض مالية وإحنا بيبقى عندنا تقييم للأراضي دي والتقييم اللي بيجي لنا ده بيبقى هو الحد الأدنى فبتبقى المفاضلة مين من العروض دي اللي قابل للتنفيذ بناء على الملائة المالية والقوة للمطور المتقدم إنه يحقق لنا أعلى من الحد الأدنى المقبول بالنسبة لنا هنفضل موجودين في كل قطعة من القطعة الـ 14 لفترة لفترة من الفترات يعني ممكن ندخل لمقاوله كمان؟ ممكن ندخل لمقاوله من أهم الإجراءات اللي بتقوم بيها مجموعة الاستثمارات في البنك الأهل المصري هي تأهيل الأصول للبيع من خلال حل مشكلتها وإزالة المعوقات اللي بتواجهها وطرحها للبيع والترويج لها لتحقيق أعلى عوائد ممكنة وكمان التصرف في الأصول بنظام المشاركة من خلال الدخول بقيمتها بحصص عينية لإقامة مشروعات تنموية واستغلالها أفضل استغلال كيف يرى البنك الأهلي المصري الاستثمار في القطاع العقاري؟ هل هو آمن أم غير آمن؟ مفيش استثمار آمن بنسبة 100% كل استثمار وليه مخاطرته الاستثمار العقاري نسبياً نسبة المخاطرة فيه أقل من استثمارات تانية لأنك بتستثمر في أصول موجودة على الأرض احنا مونا القطاع العقاري بقى دي المطورين العقاري اللي إنشاء مشروعاتهم الضخمة الفترة الأخيرة بس البنك الأهلي بالتعاون مع بنك مصر وبعض البنوك الوطنية الأخرى قدر إنه يستحدث آلية جديدة لتمويل المطورين العقاريين بتقلل من ناحية المخاطرة على البنوك المقرضة وفي نفس الوقت بتغطي الفترة اللي هي فيها تدفقات نقدية سالبة عند المطور اللي هي الفترة ما بين إنه يطلع بحاجة يبتدي يقدر يطرحها ويحصل إقصاد من الناس تمويل النشاط العقاري واخدين الدورة من أولها لأخيرة وبنقدم لها كل أنواع الخارج اللي هو هيبقى إزاي وكام التمويل العقاري التمويل العقاري الناس كلها دلوقتي مركزة وماها وراء وقلم وتكتب وراء حضرتك أنت فيه ساعتك المبادرات الأخيرة اللي هي كان فيها الفايدة مدعمة لحد 3% تمام وهنا خلي بالك برضو 3% دي لما بتقولها البنوك دي الفايدة الحقيقية اللي هي المتنقصة وليست الفايدة السبتة اللي مقطوعة اللي يعني فدي الفايدة الحقيقية 3% دي وفيه شرائح معينة بأكتر من كده شوية برضو لوحدات تمانها أكبر من كده شوية أو تميتها أكبر من كده بس بفوايد أعلى أنا مستحافظ الشرائح الحقيقة ولكن هي قد تصل إلى 8% ومازالت مدعمة حضرتك تحدست عن المطورين العقاريين وعملت الدعم ليهم لغاية لما عنده منتج ولكن مولناهم بكامل لغاية النهار ده أنا محفظت البنك الأهل المصري في تمويل القطاع العقاري أو المطورين العقاريين وصلت لكامل نهار ده بخلاف تمويل شركات التطوير العقاري من خلال الاقتمان بمنح قروض وتسهيلات اقتمانية وخلافه الطرق المستحدثة التي تواجدت في الفترة الأخيرة دي في أقل من سنة أو يمكن سنة تقريبا قدرت أنها تمول المطورين العقاريين في حوالي 16 مليار جنيه 16 مليار جنيه ولسه بندرس حاجات تانية كمان خليني أنهي محرج بسؤال أنا شايفه مهم جدا سندي الاستثمار السيادية هل مصر بقى الدولة جاذبة لهذه السنديق؟ مصر طول عمرها جاذبة للاستثمار الأجنبي ولكن لو بنتكلم على استثمارات السنديق السيادية في مشروعات طويلة الأجل احنا عندنا اهتمام وتواصل مع سنديق السيادية الأكتر من دولة سواء في الخليج أو غير الخليج وفي مؤسسات التمويل الدولية زي الـ IFC وزي الـ Pro Parco دول برضو عندهم اهتمام لاستثمار في مصر هي ربما ما تكونش سنديق سيادية لدول أجنبية ولكنها مؤسسات دولية تابعة الحكومات برضو أو المساهمين فيها حكومات لقوا فيه اهتمام وبالفعل اما عن طريق السنديق السيادة المصري أو عن طريقنا احنا كبنوك وطنية في تواصل بيننا وبين سنديق السيادية في أكتر من دولة